إزاي إنت شايف هيمنة منتخب مصر للسباح على المراحل السنية المختلفة للبطولة العربية وشفنا إزاي اسمنا موجود في مواليد كل حاجة بتقال فيها بتلاقي ميدالية وأكتر يمكن كمان في السباح الحمد لله أولا أنا سعيد جدا أنا موجود مع حالاتكو في برنامج عريك زي صباح الخير يا مصر من زمان وأنا يعني بحب البرنامج ده جدا وأبسط أكتر نمح على ضراتكو طبعا أنا عيمات مصر في السباحة يعني نتاج للشغل كبير جدا المتحدة بمصر للسباحة ويمكن إحنا بانت الرؤية أكتر وإزاي إن إحنا نطينا جامد جدا على مستوى السباحة الأفريقية يمكن بطولة اللي فاتت أكد الكلام ده يمكن عارفين إن أفريقيا جنوب أفريقيا نوعا ما مسيطرة على السباحة إلا إن إحنا بقينا بالنفس بشدة على مستوى أفريقيا جميل وده كانت نتيجة ظهرة أكتر كمان في البطولة العربية إن إحنا أول عربيا وإن شاء الله بمساعدة بشمواندس يسر اللي فعلا داخل في الاتحاد بقوة الفترة دي رئيس الاتحاد؟ رئيس الاتحاد مصر السباحة ومدعمنا جامد جدا الفترة دي علشان نقدر نوصل أعلى من كده كمان بإذن الله طيب نروح بقى للأبطال يا دارين عامل إيه؟ أمضر الله ألف مبروك عملت إيه في البطول؟ عملت أربعة دهب واثنين فضة ما شاء الله إيه وإن أقسم بقى أقول إن أربعة دهب في إيه وفي إيه واثنين فضة كانوا في إيه ولعبت مع مين وكسبت مين وما كسبت كلها بقى الحكاية كلها خدت اتنين في التتابع الأربعة في مية والأربعة في مئة والأربعة في مئتين واثنين في الربعمائة حرة والمئتين متنوع ورقم عربي جديد أنت إنت سباحة في فهم الكلام ده أطبع؟ في الف total أربعة في مية متناومة وأربعة في مية متنوع مختلط وأربعة في مية حرة ألاد أولاد أربعة في مئة حرة أربعة في مئة حرة ومئة حرة ومتين حرة وربماية حرة وتنمية حرة المنافسات تكون صعبة؟ كانت صعبة يا داري؟ كانت صعبة كانت صعبة أبطال مصنفين؟ طبعا عشرة برضو منتخبات اللي هي بره مصر وكده كانت منافسة صعبة